بسم الله الرحمن الرحيم واصل الحديث عن شروط الصلاة الشرط التاسع النية مسألة لو علق قطع النية على شرط فهل تبطل الصلاة أم لا مثال إذا قال إن كلمني زيت قطعت الصلاة أو أبطلت الصلاة فالظاهر عند الفقهاء ومن كلامهم أن الصلاة تبطل لأنه قطع النية والنية شرط في صحة الصلاة قال ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنها لا تبطل لأنه قد يعزم على أن يكلم زيت ثم لا يكلمه ولكن يرجع عن هذا العزم فصلاته صحيحة ما لم يحصل الفعل وهو الخلاصة في هذا كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله عدة أمور الأول إذا قطع النية جازما فلا شك أن الصلاة تبطل الثاني إذا علق القطع على شرط فالمذهب أنها تبطل الثالث إذا ترددها ليقطعها أم لا فالمذهب أيضا أنها تبطل وقال ابن عثيمين في هذه والصحيح في المسألتين أنها لا تبطل الرابع إذا عزم على فعل محذور ولم يفعله فإنها لا تبطل لأن البطلان متعلق بفعل المحذور وإذا لم يوجد الفعل فإنه فإنها لا تبطل أصله مسألة إذا شك في النية إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة لأن الأصل عدم الوجود فإذا شك في أنه لم ينوي صلاة الظهر أو صلاة المغرب فإنه يبدأ من جديد وينوي الصلاة مسألة لو تيقن النية وشك في التعين هذه المسألة خلافية كما ذكرنا سابقا وهذا يعتبر هذا فرع من الفروع على المسألة السابقة إذا قلنا أن الصلاة لا بد من تعيينها إذا كانت تتعين فنقول صلاة الظهر أو العصر أو المغرب فعلى هذا إذا كان كثير الشكوك فلا عبرة بشكه ويستمر في صلاته وإن لم يكن كثير الشكوك لم تصح صلاته عن المعينة أما على القول بأنه لا يشترى التعين ويكتفى بنية الوقت والوقت هو الذي يحدد الصلاة فلا ترد هذه المسألة مسألة حكم الانتقال من نية إلى نية الانتقال من نية إلى نية له صور الصور الأولى إذا قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع هذا قالوا يجوز ومثال ذلك نوى صلاة الظهر وهو منفرد وفي أثناء الصلاة قلب الفرض نفلا قالوا يجوز ذلك بشرط أن يكون في الوقت متسع حتى يؤدي صلاة الظهر في وقتها فإن لم يكن في الوقت متسع إلا مقدار أربع ركعات فلا يصح هذا الانتقال وعلم من قوله المنفرد أن المأموم والإمام لا يصح لهما أن يقلب النية وذلك أن المأموم لو قلب صلاته نفلا فاتته صلاة الجماعة وهي واجبة والإمام إذا قلب صلاته نفلا جاءت مسألة صلاة المتنفل بالمفترض وهذه مسألة خلافية فبالتالي عند من يقول أنه لا يجوز صلاة المتنفل بالمفترض تبطل صلاة المأموم ففي هذا تعدين على المأموم الصورة الثانية أن ينتقل من فرض إلى فرض آخر مثاله إذا دخل بنية صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهر في هذه الحالة تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية وذلك لأن الفرض الذي انتقل منه وهو صلاة العصر قد بطل في قطعه للنية والفرض الذي انتقل إليه وهو الظهر لم يبدأ النية من أوله فلم تنعقد صلاة الظهر الصورة الثالثة الانتقال من نفل معين إلى نفل معين يأخذ حكم الانتقال من فرض إلى فرض مثال لو انتقل من نية راتبة العشاء إلى الوتر فإن الأولى تبطل والثانية لا تنعقد والصورة الرابعة إذا انتقل من فرض معين أو من نفل معين إلى نفل مطلق قالوا يصح ذلك وذلك لأن المعين اجتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة فإذا بطلت النية المعينة بقيت المطلقة مثال ذلك إذا دخل بنية صلاة الوتر ثم ألغى نية الوتر فإنها تبقى نية الصلاة وذلك صحيح مسألة وجوب نية الإمامة والاعتمام يجب أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الاتمام وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء ولكن يتبين من هذه المسألة أن هناك عدة صور الصور الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام فهذه لا تصح للتضاد ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم الصور الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر وهذه أيضا لا تصح للتضاد لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموم الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر فهذه أيضا لا تصح للتضاد ولأنه إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر فإنه حينئذ لا يكون هناك إمام ولابد من إمام ومأموم الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الإتمام ولا ينوي الإمام الإمامة فلا تصح الصلاة في حق المؤتم وحده وتصح صلاة الأول مثال ذلك إذا أتى إنسان إلى المسجد فوجد إنسان يصلي ما بقي عليه مما لم يدركه مع الإمام فاقتدى به وهذا المقتدى به لم ينوي أنه يكون إمام فهل تصح صلاتك قالوا لا تصح الصلاة على المذهب قالوا لا تصح صلاة المؤتم وتصح صلاة الأول الذي يكمل صلاته لأن المؤتم صلى بمن لم ينوي أنه إمام وقيل أن الصلاة صحيحة صلاة الأول وصلاة الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من رمضان فاجتمع إليه الناس فصلوا معه ولم يكن قد علم بهم ثم صلى بهم الثاني والثالث وعلم بهم فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من كونه منفرد إلى كونه إمام هذا والله أعلم